إلا بالنسبة للمرأة في حال الحيض والنفاس المرأة لا تصلي حال حيضتها وأيضاً في حال النفاس أي بعد ولدتها أو بعد وضعها جنينها لا تصلي وإذا طهرت لا تقضي وهذا أمر عجيب يعني من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها كما وردها هنا في الحديث لكن بالنسبة للمرأة الحائض إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وقد ورد ذلك في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبو الزناد وأبو الزناد تلميذ الإمام الأعرج عبد الرحمن الأعرج ابن هرمز يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بداً من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا شرع الله سبحانه وتعالى ولا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي حكم الله سبحانه وتعالى برأي أو بقول يخالف ما بينه المعصوم صلى الله عليه وسلم